لا جديد فيما يتعلق بواقع القطاع الصحي في العراق القطاع المرتبط بأرواح الناس بشكل مباشر يعاني ويئن تحت وطأة الإهمال وسوء الإدارة والفساد الذي استقر في كل مفاصل الدولة هكذا بدت صورة مستشفى العلوية التعليمي للولادة بعد إعادة افتتاحه أرضية أشبه بمسلخ للحيوانات وفق وصف ناشطين ومدونين ما أثار استياء واسع تجاه الاستهانة بحياة العراقيين على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر الفيديو المتداول على مواقع التواصل وثق جلوس ذوي الأطفال على أرضية واحد من أكبر وأهم مستشفيات علاج الأطفال في بغداد وذلك بسبب عدم وجود مقاعد خاصة بالمراجعين والمرافقين في وحدة الطوارئ فضلا عن اتساخ أرضيات المستشفى التي أثارت حفيظة العراقيين واستياءهم السودان وكعادته منذ استلامه السلطة يطلق تصريحات تخص قضاياه وأعلم من غيره بتورط الأطراف المشاركة ضمن حكومة الإطار التنسيقي فيها يعلن أنه سيعمل من أجل إنهاء ظاهرة سفر العراقيين إلى الخارج لغرض تلقي العلاج لدى افتتاحه مستشفى السياب التعليمي في البصرة التي كانت مدرجة ضمن المشاريع المتلكئة بسبب الفساد نريد أن ننهي عملية سفر المواطن إلى الخارج ويقدم ويصرف الأموال من أجل حصول على هذه الخدمة سوف تكون الخدمة هنا في العراق وفي عدة خيارات مغردون وناشطون أكدوا أن حكومة السودان وحاشيته والمطبلين له تفاخروا بصبغ جدران مستشفى الكاظمية باعتباره منجزا للحكومة لكن الصور القادمة من مستشفى العلوية وغيرها من مستشفيات البلاد تفضح حقيقة الإنجازات الشكلية التي أصبحت ديدا الحكومات المتعاقبة لتكون نموذجا صريحا يوضح حجم الفساد وهدر الأموال على ما يسمى بعمليات إعادة التأهيل التي تكشف الواقع المزري الذي يعيشه القطاع الصحي في العراق